السؤال أحبائي لماذا يكره الشيطان الكنيسة وقبل ما أحط الأسباب خليني بالأول أعرف أو نتكلم عن ما هي الكنيسة طبعا في مسميات كتير للكنيسة خليني احنا متفقين لما بنتكلم عن الكنيسة احنا مش بنتكلم على مبنى مع انه المبنى مهم جدا وضروري اللي بيجمع المؤمنين المكان طبعا فيه تعليم كسر خبز فرائد مسحية وأسرار مسحية اللي بتمارسها من عبادة وتسبيح وتمجيد وبركة طبعا من خلال وجودنا في الكنيسة خلال المبنى لكن انا مش بتكلم على المبنى أنا بتكلم على شعب على أمة على ناس اتغيرت حياتهم اللي هي انتو انا انتو انا احنا الكنيسة بحسب وصف الكتاب أبني كنيستي بيتكلم عن المؤمنين فإذا أولا الكنيسة هي شعب الرب الذي دعي من العالم أو دعي من الخارج لكي تتكون أو تكون جماعة هاي الجماعة آمنت بالرب يسوع هاي الجماعة مفدية بدم الرب يسوع مغتسلة بدم يسوع المسيح طبعا الكلمة عميقة جدا هي كلمة إكليسية الكلمة اليونانية من إك يعني بتعني إكزت في الإنجليزي وتشوفها دائما على كل باب اللي بتعني خروج وإكليا أو الفعل كالو في اللغة اليونانية بتعني يدعو أو ينادي فإذا الكنيسة هي جماعة المدعوين من الخارج حتى يكونوا ويشكلوا جماعة هاي الجماعة بيوصفها العهد القديم هي جماعة الكلمة العبرية إكهلا أو من كاهل مجتمع اللي أجت منها كلمة السينيجاج المجمع أو الكنيس أو إلى آخره فكلها تعبيرات لنفس الإصطلاح بس الشيء اللي بميز أنه هاي الكنيسة هي شعب الله من مختلف الألسنة والشعوب والأمم آمنت بالرب يسوع المسيح وصارت جماعة هاي الجماعة من سميها الجسد الغير منظور أو كنيسة المسيح الغير منظورة اللي هي بتضم مؤمنين من كل الكنيس من كل الطوايف من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الألسنة بالكنيسة هاي بتشوفها في كل مكان بتشوفها في الصين بتشوفها في الهند بتشوفها في الشرق الأوسط بتشوفها في السعودية بتشوفها في أمريكا في جنوب أمريكا في كل محل هاي الكنيسة متواجدة اللي هو شعب الرب في كل مكان وهي الكهلا هاي الجماعة هي بتمجد الرب وبتعبد الرب وهي الجماعة بتشترك في مبادئ وقوانين وأنظمة طبعا المسيحية مش بتركزش على الأنظمة والقوانين لكن كلها بتتمحور حول يسوع من خلال ممارساتنا الفرائد المسيحية